اشتركوا في القناة احنا طموح الأولمبياد عندنا في تحقيق ميداليات فاليوم اعتقد ان احنا اثباتنا بوجود هذا الكم من الميداليات وما زال للحديث بقية اعتقد هذه كلها مبعث للفخر لنا كمملكة البحرين مبعث للفخر كفريق بحرين اللي نلبسها الشعار كفريق البحرين في التخطيط لما وصلنا اليه اليوم البحثة البحرينية لديها كم من الطاقة الايجابية مثل ما شفنا الاخوان سهرين للصبح هناك عندهم بهذا الروح الايجابي وحسبات الميداليات ان نحقق مركز افضل من الدورة السابقة نحسب حسبات لما تبقى والميداليات اللي ترناها عليها اليوم فريق البحرين عدى مرحلة المشاركة وصلنا لمرحلة الانجاز تسيدنا الى قائمة الدول العربية في المراكز اللي احنا فيها سعينا ان نحقق مركز افضل من الدورة السابقة كلها امور تنم على تخطيط وان شاء الله يأتي ثمار هذا التخطيط بالانجاز في ذات السياق اكد السيد احمد كريم رئيس لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية ان مملكة البحرين لديها ابطال وبعثة مملكة البحرين بالنسبة الى العاب القوى ترى نتائج مشاركة الى الان كما ان المملكة تمتلك نخبة من اللاعبين الحمد لله ابن ابطال اتكلم عن العاب القوى دائما العاب القوى هي التي تجلب الميداليات الاكثر في مثل هاي الدورات بعثتنا احنا بالنسبة لالعاب القوى الحمد لله رب العالمين يعني شفنا النتائج سبع ميداليات لغاية الان علما ان الترتيب الدول مشاركة في الاسياض هو مش على كمية الميداليات هو فقط يحسبون الميداليات الذهبية عشان يحددون المراكز فحلو ان يكون عندنا لاعبين نحنا نعتبرهم نخبة النخبة هم اللي يفوزون بالمركز الاول صحيح اشتركوا في القناة ابقى الحسن Parlament